السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة دايما مع الروتينة التحفيزية وتع الطاقة الايجابية جيتكم بروتين متنوع انتمنى يعجبكم ما تنسونيش بليجام لكومنتر ويلا كنت تشوفي فيها وما زل ما اشتركتش اشتركي وفعلي الجرس ليصلك كل جديد كما اشتو هنا في صباحة تاعي صبحت على الكوزينياء قلت ولا غر ندير لها رغيوة مالقري ماشي يعني موسخة بزاف ما عنديش بزاف اللي درت لها تنظيف العامق هنا بالنسبة اللي سقسوني على كيفاش نطيب يعني بهدك الطاجين فوق الكوزينياغي لا تخسر ولا ما تخسرش شوفوا البنات تعاود يعني تكحال هايلك كيفاش النتيجة بعد ما تنحو الطاجين تاعكم تلقاوا الحالة كامل كحلة بس احغير تديرو لها ام بخودوي ولا اي عفسة تغسلو بها الكوزينياغ تاعكم راح يتنحها بكل سهولة وتعاود تولي بيضة وشديدة كما كانت هادي هي كما شتوف شفشت لها كامل هادك لفوكس اكس بخيس حكيتها وخليتها يعني بش يخدم فيها وجيت نحيت هادو مالعيون هادوك الحدايد بالنسبة للغلف اللي كان جابوه للموسيو هاده هو اللي راح نشاركوه معاكم باش تدو يعني اوني دي اللي راح يحبه تشري وفيها يعني كات بياس وارق الاليومنيوم راهو يتباع في المحلة كامل اللي سوبيغات في المحلة اللي بيعوه الماعن عند الكنكيري تلقاواه باختو البنات هاي اللي كليتحب دير كابتور ديك خان اه هنا ياز طرحت لهادوك العيون درت لها هادك لبخو دوي انا ماشي مالفانستعملو هادي اول مرة نجرب فوكس اكس بخيس وكامل شكرتوهولي كامل قلتوهولي بلي بزاف هايل انا مالفانستعمل اقل تاني يمدلي نتيجة بزاف هايلة اه يعني فيزو جمدوا لي نفس النتيجة تقريبا راني نحك فيهم هاديك الالعافات هاديك باش يخرجوا لي ويتنحالي هادك السبك اه كي ماشتو حكيتهم كامل ازطرحت لهادو مال حدايد اه كنت فشفشت لهم ديجالو بخو دوي خليتو يخدم فيهم شوية وراني نحك فيهم لازم الحاجة اللي نحكها تقعد يعني تزلق حنينا مايقعدش كامل فيها هادك السبك ولا هادوك ترصوبة تتعلي دام ولاك وعلى بالكم الكوزينيا غنطيبوا فيها صبح وعشية سي نورمال تتوسخ ويتراكموا فيها الاوسخ ومال غيانا ما نخفلش عليها البنات دايما تلقوني في الليل به هاديك الشيفونة وشوية تعلوت جابل ولا شوية بخو دوي ولا ونجوز لها نحبكي نشوفها هكا كبيضة ونقيقية اه تمدلي راحها نفسية ويعني ما تقلقنيش في الكوزينة بخونت خلو كان ندخل ونصيبها فيها شوية وسخ ولا فيها التخشطة يحفوقها ولا راحا نتقلق في هاديك الكوزينة ونحس الدنيا كامل مصخة هادي هي هنا يا بيد ما يعني شللتها محطيتها مي قطره وكان لو بخو دوي يخدم في هاديك الكوزينيا غعاوت نشفتها بشي فونا كنت اشكف ونشلل انا هنا وريت لكم لقاطة فاقب لي التحفيز باش اي وحدة راهي تفنينت شوية على كوزينتها ولا على شغلها نقول لكن علي الشيطان وتكلي على ربي سمي برك بسم الله واكيد ربي ما راحاش يخليك هادي هي نشفتها كامل مسحتها كامل ونطايتها كما شتوا معايا وجبت هاديك الغلاف تاع البابي اليومينيوم شوفوا كيفاش يجي البنات فيها ربعة ورق كما هادومة كل ورقة فيها تقبة في الوسط شوفوا برك يعني الحاجة اللي ما عجبتنيش فيه هي هاديك التقبة تجي كبيرة بزاف على العين وتقعد يعني لو كان طيبوا فيها ولا راحا تدخل لكم الاوساخ من الداخل انا درت لها وحدة تدبيرة ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم انتو ما تاني هاي ليك راني نركب فيهم كل وحدة يعني كل عين ندير لها ورقة يعني ورقة من هادك لبابي تضغطوا عليه غير شوية بصباتيكم يشد بلاستو وجاي ملخ شين يعني مشي هادك ليتقطع بكل سهولة ولا ولا غير بزاف هاي لها كالخدامة ولا ما عندهاش الوقت كل يوم تنيطوا هي هادي كلاك ويزينيا ولا ما عندهاش الوقت يعني اللي بخود وي وضلت حك من الاحسن تدير هاد لبابي وتتهنى ما تزيتش كامل تكسر راسها غير على خمستاشن يوم ولا عشرين يوم باش تنحيه وتدير له التنظيف العامق هاي لي كيفاش غلفتو بالنسبة كي جيت راح ندير هادوما العيون لقيت باللي هادوك التقابي بزاف كبار ولو كان طيب فيه نشوي الحار ولا اي حاجة نطيب فيه يعني نطيب في الكوزينيا اي وصفة راحا يتوسخ لي وتدخلي الماكلة في الوسط ايبان واش درت جبت لبابي الومنيوم بتاعي يعني العادي اللي نطبخو بها في الكوزينة وراني انقطع فيه وندوبليه ونحطو في هادك التقابي كي ما اشترهو يعني واضحة في الصورة هكا باش اي وحده شريتو ولا عندها فكرة هكا على الالومنيوم تدير هاد الفكرة باش تنجح لها على هاد الشكل البنات المهم درت لهم كامل قيطع بياسيتها هكا باش كين طيب ما تتوسخ ليش ودوكا كيندير فوقها هادوك الحدايد هادوما تعلا كوزينيا غراح تشد روحا وميجينونيش كامل هادوك القيطع اللي بياسيت بيهم هدي هي كي ما اشتوني طوايتها رجعتها تول والله الله حطيت لها لزاكس اسواق تواها وغطيتها من بعد رحت اللاماشين على في رحا نغسل يعني كانوا عندي شوية حوايج رحا نغسل معاكم كين بزاف ليس قسوني علش تستعملي لأومو غبرة لبنات انا هادوك اللي كيد ما يشدليش بس كانا نغسل بزاف الحوايج تقريبا نهار بنهار يومين بنهار ندير لاماشين ديالي نحب كيت ليمولي غير شوية نغسلهم رحا تمدلي نتيجة احسن من اللي كيندير بزاف الحوايج وما يخرجوا موالوك وعلى بلكم نستعمل هادا يا تاعة التست لبخي تاعو والله ما شفيت ان شاء الله المرة الجاية كي يخلاص لي ونروح نشري هادا البيدون تاعة التست نقول لكم ونشفى لكم على لبخي بإذن الله هاوليك نحط يعني لابودغ من التحت ما نحطهاش في القجر باش نحافظ على النظافات على القجر ديالي في اللول كنت نحطها في القجر ومبعدا كينجي رح ندير لها التنظيف هاداك القجر نلقاه يابس ما نقدرش كامل نحكوه رح يجيني بزاف بزاف وعرة من الاحسن لقيت هادا التدبيرة نحط الأومو من التحتها مع الحوايج والقجر التاعي يقعد نقي مرانيش كامل نفتحه هادي كتدبيرة بالنسبة اللي يحبوا يستعملوا الأومو غبرة واللي تحب تستعمل لي كي تقدر تديرو من التحتها مع الحوايج تاني ولا تقدر تديرو من الفوقها وأشاك فوات نحي القجر تاعها وتغسلو وتعاود ترجعو بكل سهولة هادي هي بالنسبة للوصفة تاعنا تاع اليوم أنا رح ندير معاكم المتقبة كنت درتها يعني في الليل ودخلتها لكم في هادا الروتين كي ما رحكم تشوفو درت ثلاثة كيلة تاع سميد متوسط اللي نديرو به المقراط هاداك اللي يتبع في الباكيت تعزوك كيلو اي نوع كاين ماما كاين سيم كي ما تحبو ما ننسوش مغرفة صغيرة تاع الملح وكيلة غربة يعني ناقصة اندوه بين السمن والزيت خالط بين السمن والزيت اللي ما عندهاش سمن تقدر تدير لامرقاغين والزيت اللي ما عندهاش لامرقاغين تقدر تدير الزيت وحده وستقوني تجيكم بزاف هايلا هايلي كراني مبسس فيها ملح بيدي حتى تحسو كاملة دوكل حبيبة تع سميد دخلهم ماليدة من بعد تدرت لها كيلة علمة اللي ما عادي يكون بارد ما سخون ما يعني ملعين عادي نخلطها ملح راح تحسوها باللي جارية بالبزاف راح تخلوها شوية وحدة ربع ساعة وتولوا ليها تلقوها شدة تروحها وولات لكم بزاف هايلا دوك تشوفوا معايا هنا يا البنات انا هنا لميتها راح نغطيها بالطرشونة ونخليها على وحدة ربع ساعة ان شاء الله نعود نولي ليها بد ما راح ترتح لي العجينة راح نوجد معاكم الغرس هنا يا الغرس كل وحدة كيفاش تديرو كاين عدة طرق كاين عدة وصافات انا نقيتو كامل من هدك العظم ديالو درت لومو غرفات على مغقاغين ونزيد نشمخوه بشوية تع المزهر والقرفة بين السوق اللي تحب القرفة تديرها كاين اللي يديرو له القرنفل تاني تمدلو وحدة النسمة بزاف هايلا وكاين تاني اللي يديرو له الججلان ومحمص انتوما وش كان متوفر عندكم من بعد راح تلعجينة تاعي لقيتها شربت بالبزاف انا هنا يادرت غلطة صغيرة برك جريت شوية لعجينة ديالي انتوما اي وحدة ولا مبتدي اولا دايما نديرو المغ غير بالعقل باش ما تجرلكمش بسكي تكون جارية شوية راح تجيكم شوية يابسة بخون تخلوها يابسة وحك ما روحها راح تجيكم طريقة وتجي الدوب في الفم هادي هي هنا يلميتها طريقة راح نديركم طريقة بزاف جديدة ومختلفة قسمت العجينة تاعي على ثلاث قيطة على ثلاث خبزات نحاولو تديروهم كامل كيف كيف وهدك الغرص راح نقسمو اعلى تنين راح نديرلكم يعني متقبة بحشوة كيما نقولو الزوج حشوات دوك تشوفو الطريقة كيفاش هنا دايما نستعمل بالصاشي نستاعين عفوا بالصاشي ولا بالبابيسي لوفان ولا باي حاجة فتحت العجينة اللولة مشي رقيقة بزاف زيت فتحت هدك الغرص ديالي كيما عاكم تشوفو كي تديروه طريق تفتح لكم بكل سهولة ويقعد الطريق في المتقبة بتاعكم بعد ما طيب حاولو طروه مليح بهدك المزهر وشوية على مغغغين هنا يا حطيت الغرص فوق العجينة اللولانية ونزيد نفتح التانية ونحطها من فوق شوفو البنات على هات شكل دايما نحاول نغلق الأطراف هكا بش تجيني يعني متساوية ويجيني هدك الغرص موزعة لكامل المتقبة ديالي بالنسبة للغرص التاني نفس الطريقة نفتحو رقيق كامل ونحطو فوق الخبزة التانية على هات الشكل رح تجيكم يعني متقبة تعدو زيطاج هادي هي نزيد نفتح العجينة التالتة بش نغطي المتقبة ديالي على هات الشكل كي ما عاكم تشوفو هنا البنات ونحطوها من فوق ونتحصلو على المتقبة كي ما قلت لكم ديال زيطاج تجيب الزاف بنينة ويعني شكل جديد تقدرو تتحضروه لضيافكم تحضروه مع العشية كاقهي وحلي بالله الله صدقوني تجيب الزاف بنينة وتجي هايلا شاهيتكم في الجنة ان شاء الله انا هنا بعد ما كملت يعني سويتها كامل نجيب الحلال ونبدأ نفتح فيها الحجم كي ما تحبو السمك ديالها كاي اللي حبها خشينة كاي اللي حبها رقيقة كي ما تحبو نوريت لكم برك الطريقة والوصفة وانتو ما لكم يعني الاختيار في كامل الطريقة هادي هي فتحتها حوالي واحد سنتيم وراني نقسم فيها بالموس هنه تاني يعني الحجم تاع الحبه كي ما تحبو كاي اللي حبها معين كاي اللي حبها مثلثات صغر كاي اللي حبها مربعة لكم الاختيار انا هنه راني نقسم فيها كي ما شتو قسمتها على شكل معين من بعد كل معين قسمتو على تنين باش نتحصل على مو ثلاثات تكون صغيرة هدا هو الشكل تاعها بعد ما قسمتها شفو كفاش جيف فيتي في الوسط جي بزاف بنينا سخنت طاجين تاعي على درجة حرارة يعني متوسطة ونصيحة نمدها للمبتديئات دايما في المتقبة يعني ما تنقصوش للنار بزاف لازم تخلوها شوية قاوية كبش طيب لكم وما تيبزش هدا ما كان انا هنا كنت حطيتها الطيب وبينسر لي الطيب نقلبها واللي يعني تتحمر على الجيهتين انحيها ونقدمها في طابق التقديم وستقوني جت بزاف هيلة عمرت طبي صي الله الله مور العاصر قهي وحليب شربنا بها يعني قهوة حليب وش نقولكم حاجة بزاف هيلة تحضروها في وقت قصير جدا ما لازمش تعزو على الحاجة دايما تكلوا على ربي وروحوا يعني نوعوا في الأكلات دي ولكم هادي هي هنا يا البنات هاي كيفاش جات المتقبة ديالي شاهدكم في الجنة ما بقى لي غنقوا لكم تهلا وفير وحتيكم تلاقاوا في فيديو جديد ولا روتين جديد ان شاء الله السلام شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا